السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دلوقتي هنتعلم طريق التركيب الكانولا اول حاجة بنربط بالترنوكي في المكان اللي هنحتاج منركب فيه بعد كده بابدأ احدد الوريد عند انا هنا كم وريدة هو هختار الوريد المناسب للكانولا بتاعتي الكانولات طبعا زي ما احنا عارفين احجام انا معايا كانولا صفرة لاني الاوريدة هنا ضعيفة وكان متركب فيها قبل كده فمعايا كانولا صفرة هجهز قطنا بكحول دي للتعقين تمام؟ بعقم المكان اللي هدخل فيه بالكانولا بعد كده بفتح الكانولا بتاعتي وبسبت بشدي بايدي كده عشان ابقى شدة الجلد التحت عشان لما الكانولا تيجي دخلة بالسن ما تاخدش الجلد الورا فيكون فيه قلم ويكون فيه صعوبة في الدخول الكانولا ببقى شدة بصبع الجلد التحت كده ومثبتة بالراحة بدخل بجزء من الكانولا اول ما بيبدأ يظهر معايا دم بدخل بجزء البلاستيك وبطلع بالسن وبفك الترنوكين بعد كده هشيل البكرة دي وهخرج بالسن هضغط بايدي على الوريد اللي أنا فيه علشان ميرجحش دم على ايد المريض او اللي بيركب الكانولا زي ما انو شايفين كده بابقى ضغطة فوق الكانولا وعلى الوريد اللي أنا مركبة فيه بعد كده بقفل البكرة وببدأ أثبت ببلاستر لو أنا عايزة أعمل تيست بعمل بمحلول ملح باخد سنتي أو اتنين سنتي يا إما بحط في الكانولا من فوق يا إما في الكانولا من تحت عشان أتأكد إن هي شغالة وطالما هي جايبة دم أتأكد بنسبة 100% إن هي ركبة في المكان الصحيح ولكن ممكن يكون الوريد ضعيف أو يعني مش مستحمل الكانولا فبرضو للتأكيد بنبقى نجرب بصمتي صلاين اللي هو محلول ملح وبكده ركبنا الكانولا وسبتناها طبعا أتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للكاناة وإن شاء الله شوفكم في فيديو جيد على خير